هؤلاء القوم أو الجماعة الذين يفسدون في الكيل وفي الميزان ينقصون إذا كانوا يبيعون فهم ينقصون وإذا كانوا يشترون فهم يأخذون الزيادة ليس عندهم عدالة وليس عندهم مساواة في الميزان في البيع والشراء في هذه السورة فيها الكثير من الدروس والعبار tentu saja di surat ini ada banyak sekali pelajaran ada hikmah ada pelajaran yang banyak بداية من الدرس الأول يتحدث المؤلف عن ضرورة أن يتحرر الإنسان المال الحلال في طعامه وشربه وملبسه ومسكانه في كل شيء يأخذ من حلال يأخذ من حلال يأخذ من حلال يأخذ من حلال ملابس من حلال ومسكانه للمتففين ومسكانه من حلال ملابس من حلال ملعبس من حلال تأخذ من حلال كل شيء يأخذ من حلال يأخذ من حلال وَيْلٌ لِلْمُتَفِّفِينَ أنهم مبعوثون الذين يفعلون هذا الفعل ألا يعلمون أنهم سيبعثون يوم القيامة لياوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سيحاسبون فيه Lalu perbuatan mereka ini dikaitkan dengan balasan yang akan menimpa nanti di hari kebangkitan sehingga Allah berfirman ألا يظنوا ألا إكا أنهم مبعوثون apakah mereka itu tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan يوم عظيم pada hari yang rahsia pada hari يوم يقوم الناس لرب العالمين pada hari manusia itu berdiri dihadapan Allah رب العالمين نعم سبحانه وتعالى الناس ويطالبون ويطالبون يطلبون حقهم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى apa yang memang seharusnya diselesaikan dengan manusia yang dia punya masalah itu entah itu masalah hartanya masalah sengketa keuangannya sengketa pinjam-meminjamnya usaha dan sebagainya nah itu dia tidak bisa meminta ampun saja kepada Allah harus diselesaikan kalau tidak nanti di akhirat itu orang-orang yang punya masalah dengan dia akan dengan manusia akan berdiri menuntut apa yang dulu di dunia itu tidak selesai وَمُهِمٌ جِدًا أَنَّ تَحَرَّ الْحَلَالُ وَأَنَّ نَهْتَمَّ بِالْحَلَالُ لِأَنَّ الْحَرَامَ يُفْسِدُ الْقَلْبُ dan diantara yang penting kenapa kita harus mengusahakan segala sesuatu halal karena yang haram itu merusak hati kalau misalnya hatinya rusak maka perilaku pun akan menjadi rusak 6 dan nabi SAW yakin apakah ala wain fiyasad mudgah apakah salah salah jesad kemudgah apakah pasad pasad jesad kemudgah ala wain ala wain fiyasad ala wain fiyasad mudgah ala wain fiyasad mudgah nab حسناً بخال جداً برسابداء ingatlah Sesungguhnya di dalam hati ada seggumpal seggumpal daging apabila dia itu baik, maka baik semuanya dan apabila dia itu rusak, maka rusak semuanya الحديث مكتوب فيه خطأ ألا وإن في القلب مضغى ألا وإن في الجسد مضغى نعم 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 هناك سالحان ألا وإن في القلب مضغى تذكره في الجسد ألا وإن في الجسد مضغى مضغى هنا من الدم أو من اللحم ألا وإن في الجسد مضغى صغيرة كأنها مضغى ضعيفة كأنك كنت بي مضغها حينما تأخذ قطعة اللحم وتأخلها بأسنانك مرة مرتين سلاثة قبل أن تنزل إلى بطنك قبل الدم مرة ألا وإن في الجسد مضغى 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 وإن في الجسد مضغى ألا وإن في الجسد مضغى لأنه غيامة ألا وإن تأتي الغيامة في الصماء أو السحابة في الصماء غيم المتركة الدرس إن في الجسد مضغى الانجتيا. سوف تبدأ المدون. وهذه لا يرى بلعيني وهو عند المقربين أو عند الأولياء أو عند الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي كأن الغيامة تريد أن تغطي من بعيد لكنه صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم مئة مرة تذهب هذه الغيامة قبل أن تصيب القلب يستغفر في اليوم مرة تجدّى التجدّى 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 لتظر في نبيعي حيث يرى أن النوم فيه القطاع عن الزكري والطاعة يعني ليس المقصود أنه تم فساد في القلب والعياذ بالله للأنبياء والصالحين والمقربين والأولياء لكن المقصود أنهم أصبحوا يعني عندهم استشعار لكل نقص حتى النوم يعني يعرون أنهم حينما ناموا فقد قصروا في الذكر والعبادة نعم ini maksudnya ya Baginda menyatakan begitu bahwa beliau meminta ampun karena ada semacam ya kalau bahasa bahasa kiasannya ada kabut di dalam hati itu bukan karena punya kesalahan tapi beliau merasa bahwa tidur itu bisa memutus antara hubungan dirinya dengan Allah sehingga meminta ampun jadi bukan satu hal yang karena ada kesalahan nah atau مثlah حينما يرى أنه مثلا في الخلاء الذهاب إلى الحمام للبول atau للغayط فهو يعني عنده استشعار أنه قد قصر في حق Allah subhanahu wa ta'ala في هذه الدقائق لم يكن على الذكر كما كان قبلها أو بعدها لذلك يستغفرون Allah من ذلك أو ketika masuk ke kamar mandi kemudian membuang hajat nah ketika itu mungkin ada hubungan yang terputus antara beliau dengan Allah sehingga beristighfar itu beristighfar 70x sampai 100x اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستقعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي تغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت هذا اسمه دعاء سيدي للستغفاء dan bagian Nabi SAW beliau mengajarkan satu doa yang dinamakan dengan Saidul Isighfar disini disini doanya الله معنط ربي الله Engkau lah Tuhanku لا إله إلا أنت tidak ada yang disembah خلقتني أنكو yang menciptakanku وأنا عبدك ووأنا على عهدك dan saya hambamu dan saya ada di atas janji denganmu ووعدك janji C� وَمَسْتَبْطَوْاً تُوْرَيْا نعم وهناك أساليب أو صيغ للاستغفار كثيرة منها رب الحر لي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم منها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت أو أستغفر الله على حسب استطاعة الإنسان كيف يستطيع لا بأس إذا لم تكن تستطيع أن تقول هذه السيغ الطويلة أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لولان ولان يدفون بسا نعم المرحلة الثانية الغيم بالميم في الأولى كانت الغيم بالنون وهو أخفر من الغيم بالميم الغيم بالنون كأنه فقط ليس السحابة الكاملة لكن كأنه دخان سيجتمع منه السحابة شيء خفيف يعني ممكن لخفته لا تره العظيم لكن في الغيم بالميم تجمع وَأَبْصَرَتْهُ الْعَيْم الغيم بالنون الغيم بالنون أسفل أو البطt yang tipis yang tidak begitu kentara terlihat oleh pandangan mata gambarannya begitu kalau pakai nun ya goyim itu yang pertama yang pertama yang kedua goyim itu sudah mulai ada kabut yang mulai agak terlihat gelapnya kalau goyim di atas yang mana baginda itu tadi mohon ampun goyim itu bukan perbuatan maksud tapi perasaan perasaan berdosa di dalam hal yang mubah itu sedangkan al-goim yang secara bahasanya mendung sedangkan al-goim itu seorang sudah masuk ke dalam perbuatan maksusnya nah fa fi maudu'ina hinama ya'pulu linsan al-luqmat al-haram ya'fa'al al-masiyah yaswaddu juz'un minal kalb janibun minal kalb disini seseorang ya'a mulai ketika umpamanya katakan dia melakukan satu kesalahan dengan menyuapkan pada dirinya yang menyuapkan makanan atau minuman yang haram makanya itu sudah mulai di satu sudut hati itu ada bercak hitam gitu nah nah يعني تعرف الحصير قديما في البيوت وفي القرى قبل السجادة terima di juz'ah di يَعْزُبِيُلَّهُ 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 وَيَفْقِدُ مِنْ الْعِلْمِ وَيَفْقِدُ مِنَ الْحِفْظُ وَهَكَذَا شَيْئًا فَشَيْئًا نَعْزُبِيُلَّهُ نَعْزُبِيُلَّهُ بَرْكَهَنِيَ وَيَفْقِدُ مِنْ نَعْزُبِيُلَّهُ وَهَكَهَا 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 فَيَسْتَمِرُّ فِي المَعْزَيَ لَيْسَتِ الْمَعْزِيَهُ مَرَّةِ ثُمَّ مَعْزِيَهُ مِنْ نَوْعٍ آخَرُ مَرَّةِ وَهَكَذَا وَلَكِنْ يُحِبُّ الْمَعْزِيَا وَيَأْلَفُ الْمَعْزِيَا فَيُعِيدُهَا مَرَّةً بعد مَرَّةً وَلَيَاذُ بِاللَّهُ Nah, dia maksiatnya bukan sekali dua kali gitu tapi dia sudah sampai pada tahap mencintai maksiat tersebut sehingga dilakukan secara terus menerus kemudian menutup hati نعم ثم ينتقل إلى المرحلة الرابعة مرحلة الطبعي والختم كأنه خلاص أغلق كاملاً بعد أن يسود كاملاً في المرحلة السابقة تأتيه طبقة تعلوه طبقة أخرى من السواد أشد سواداً ثم طبقة أخرى أشد سواداً ويغلق كأنه أغلق بكفل ويختم كأنه بالختم خلاص أغلق بكفل في النهاية level keempat adalah الطبع والختم yang keempat adalah tingkatan cap gitu ya ditutup, dicap, dikunci gitu jadi pada tingkatan begini hati seseorang sudah dikunci sudah terhalang dari mendapatkan hidayah gitu نعم نعم أغفالها ataukah hati mereka itu telah terkunci nah terkunci maksudnya oleh kufuran نعم قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم نعوذ بالله ختم على القلوب لا يؤمنون الله berfirman ختم الله على قلوبهم الله menghundji maddi hati mereka نعم 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 انتقل نعم هو يشير إلى آيات طبعاً يعني حوالي صفحة من سورة البقرة بدأت بدأت بأول آية وإلهكم إله واحد لا إله رحمن الرحيم الآية حلالاً طيباً يعني يعني نعم 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 Nah kemudian pada akhirnya Allah menjelaskan Di sini satu perintah Wahai manusia, makanlah Kalian semua dari apa yang ada di bumi ini Dengan makanan yang halalan Halal dan bersih Nah kalau ayat-ayat yang sebelumnya itu Dimulai dari 163 ayatnya Nah sedangkan ayat yang berkaitan dengan Makanan yang halal dan tayyib Itu 167 68 afwan Di antara bentuk At-tapfif Ataupun tadi ya Mengurangi timbangan atau takaran Jadi Allah juga memakan Makanan riba Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Kebenarnya Yang namun Tunyikan Tidak Tidak Ataupun Yerinkang Tidak Ataupun Shari Danduka An-tap-e موسيقى Nabi Shu'aib secara umum disamping mereka itu tidak menyembah Allah mereka juga melakukan perbuatan yang sudah dianggap biasa yaitu menipu dengan mengurangi timbangan ini masalah besar di kalangan umatnya Nabi Shu'aib Nabi Shu'aib Nabi Shu'aib Nah Nabi Shu'aib Nabi Shu'aib المدينة أو أصحاب الأيكة الذي يتعطي النبي سعيد لهم المكان الذي يتعطي الآن يتعطي إلى المدينة المدينة في القرآن وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان الله berfirman tentang mereka وإلى مدينة أخاهم شعيبا dan kepada penduduk Madian ada saudara mereka namanya Nabi شعيب Nabi شعيب mengatakan وَهَيْ قَوْمُكُوا سَمْبَحْلَا كَلِينَ أَكَنْ اللَّهِ تِدَا أَكَنْ اللَّهِ تِدَا أَكَنْ اللَّهِ نعم وطبعًا الحديث ليس لقوم شعيب فقط لقوم سيدنا شعيب فقط ولكن طبعًا نحن مأمورون به فالعبرة بعموم اللفظي لا بخصوص السبب لا تنقصوا المكيال والميزان ليس لقوم شعيب فقط أما أمة الإسلام فتفعل لا ولل المتففين عام Nah pelbicaraan tentang larangan menipu ini tidak hanya untuk Nabi شعيب tapi untuk umat islam dan termasuk umat islam jadi apa namanya istilahnya الْإِبرضِ بِمُمُمِ اللَّفظْةُ بِخُصُسِ سَبَبْ yang jadi pertimbangan itu umumnya lafaz bukan khususnya sebab walaupun mengisahkan tentang Nabi Shu'aib dan kaumnya tapi sebetulnya berlaku umum kepada seluruh manusia seperti tadi المطففين orang yang mengurangi takaran timbangan itu celaka itu umum kepada manusia pada umumnya kalau seandainya iman seorang itu benar kepada Allah maka dia tidak akan takut kehilangan rezeki sehingga tidak ambisius mengejar sampai melabrak aturan sehingga yang haram pun dilakukan dia yakin kepada pembagian rezeki dari Allah ta'ala na'am 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 wahuna يحكي أن سيدنا علي el-Nabi Talib رضي الله عنه وارضاه قال له أحد الناس سؤالا فقال له لو أن رجلا حبس في بيت ليس له باب ولا نافذة يعني يعني كأنهم بدلا من الباب أو النافذة يغلقونه بالحجارة إذن كأنه الجدار من كل جهة هذا الرجل كأنه دخل إلى قبر إذن فَمِنْ أَيْنَ سَيَأْتِهِ رِزْقُهُ مِكَنَ الرِّزْقُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَيْفَيَأْتِهِ الرِّزْقُ سيدنا علي ini satu kisah سيدنا علي pernah ditanya kalau ada seseorang yang dia itu di di kurung di kurung dalam sebuah rumah yang tidak ada pintunya tidak ada jendelanya seolah-olah seperti seperti apa ditutup gitu di sebuah berangkas gitu ya dia di kurung begitu tidak ada jalan keluar gimana katanya rizkinya ya tentu saja belum menjawab itu dari Allah nah ولكن انظر إلى الإجابة كانت عجيبا قال lahu مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي سَيَأْتِهِ مِنْهُ أَجَلُهُ هُوَ هَكَذَا بَيْنَ اَوْ مَحْبُوس هَذَا الْحَبْس كَيْفَ سَيَأْتِهِ الْمَوْتِ الْأَجَل مَلَكُ لَهُ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْهُ أَجَلُهُ نعم 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 لن ينكرون أبدا الناس دائما يسألون عن الرزق لكن هل ينكرون أنه في هذا المكان سيأتيه الموت ويأتيه ملك الموت هل ينكرون أم يعني كلهم يظن ويعتقد أن الموت سيأتيه لا محالة وهو هكذا على هذا الحال سيأتيه الموت والناس كلهم يظنون ذلك فقال لهم كما تعتقدون أن الموت سيأتيه وسيخترق هذه الجدر وسيصل إليه فإن الموت من عند الله والرزق من عند الله لماذا يعني تظنون في أن الموت سيأتي ولا تظنون في أن الرزق سيأتي الأسباب الحلال حتى ينال رزق الله عز وجل أو هكذا أو أفضل أفضل أو أفضل 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 سيأتيه أو أفضل أو أفضل أفضل أو أفضل بالقوة من أهله هذا لا يسمى سريقا وإنما يسمى غصبا الغصب غصب merampas hak orang di depan orang lain di halayak umum orang sudah pada tahu dia merampas karena dia orang kuat orang punya posisi maka tidak semunyi-semunyi lagi terang-terangan dia merampas harta orang atau barang orang makanya غصب itu lebih besar dosanya dari dari mencuri di bawah meja memberikan sesuatu untuk dilicinkan jalan entah itu jalan ke posisi kekuasaankah atau ke pekerjaankah dan sebagainya risu atau suwap ini baginda bersabda orang yang melakukannya akan mendapatkan laknat dari Allah entah itu orang yang menerima suwapnya atau melakukan suwapnya atau orang yang menjadi perantaranya orang yang yang menjadi apa namanya agennya dan sebagainya dan juga kemudian kemudian المتسولون المتسولون لو سمعتم ممكن تعيد مرة معنى المتسولون المتسولون هذا ممكن بعض الناس تجدوهم يجلسون أمام المسجد مثلا أمام المسجد يجلسون في الطريق أمام الناس أمام من يمشي هنا وهناك ويمد يده بلا حاجة حتى لو هو محتاج ربما أخذ ما يكفيه خلاص من شخصين شخصين سلاسة خلاص أخذ ما يكفيه لا هو أصبح مهنة أصبح عملا في كل يوم هو يخرج ليحصل على المال هكذا ليس لأنه قد اضطر يوما لفعل ذلك المتسولون المتسولون itu مجموعة 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 otros 清尾 صور أو أصبح أصبح حاح arrive يؤمن أصبح ًا يؤمن م Switzerland كما لكن مجموعة يؤمن يؤمن كبير çalış للام وبعض المسلمين يتساهلون في إخراج الزكاة الواجبة الفريضة فيخرجونها لهؤلاء هذا خطأ يعني إذا أرد أن يعطي هؤلاء يعطيهم من باب الصدقة العامة أو شيئا قليلا حتى لا يشجعهم على أن يستمروا في هذا وأن يتركوا أعمالهم يعني عليهم من كان به صحة أن يقوموا وأن يعمل هذا خير له من أن يسأل الناس شيئا أما الزكاة المفروضة فعلينا أن نتحرى فيها أهل الفقراء والمساكين حقيقة وربما لا يسألون الناس إلحافا لا يعلمهم أحد من أبناء الحي من أبناء القرية أبناء المدينة ربما في بيوتهم لا يعلم أحد شيئا عنهم لا يسألون الناس إلحافا jadi dia itu فakir miskin tapi untuk minta itu punya harga diri nah yang seperti itu yang harus dibantu dengan uang zakat dengan uang zakat إذن أكرا حقوق الناس 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 الذي هو حلال طيب أكرا حقوق الناس 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 melakukan hal-hal yang dilarang. Itu sama saja. Artinya dia menghindari perbuatan yang haram dengan tidak meminta-minta, tapi dia masuk ke lubang yang lain, perbuatan haram lain dengan melakukan tindakan kriminal. Itu tidak tepat. Jadi ketimbang seperti itu, mendingan meminta hak zakatnya kepada orang yang memang selayaknya. Entah itu misalnya pengurus lembaga zakat atau sebagainya. Nah. Jadi belum mengatakan, jangan merasa malu untuk meminta zakat. Karena memang sudah haknya. Jadi zakat yang ada itu adalah hak seorang yang memang sangat membutuhkan. Daripada berbuat kriminal, lebih baik meminta karena itu haknya. Siapa tahu mudah-mudahan suatu saat Allah meluaskan rezeki, memberikan kekayaan, tidak bergantung selalu kepada pemberian zakat. Tetapi dalam kondisi terdesak, jangan malu untuk menyampaikan karena itu memang haknya. tidak bergantung selalu kepada pemberian zakat. Tidak. 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 beras yang bagus, ataupun selain beras, juga buah-buahan dan sebagainya juga yang busuknya di bawah, kemudian di atasnya yang bagus, kemudian ketika ada pembeli di ciduk dia diambil yang atasnya plus yang bawahnya juga, tanpa pengetahuan, orang yang membeli ini juga bentuk penipuan yang diharamkan 6 nah baginda Nabi bersabda siapa yang menipu diantara kita maka bukan golongan dari kami kata baginda 6 kemudian diantara diantaranya juga yang disebut memakan harta harum adalah orang yang menaikan harga tanpa ada kebutuhan yang mendesak menaikan harga untuk keuntungan diantara diantara فيقضي على التجار الصغار يعني هو يذهب عند المصنع مثلا المصنع الذي يصنع هذا الشيء أو عند المزرعة التي تزرع هذا الشيء وهو يريد أن يشتريه كاملا حتى يكون هذا الشيء عنده هو فقط فيكون هو التاجر الوحيد الذي يبيع هذا فيتحكم في السعر ولا يكون معه من التجار الاخرين من يربح يربح هو واحده فقط هذا أيضا احتكار مشكلة احتكار من تجار الاخرين من تجار الاخرين من تجار الاخرين karena dia yang membeli satu-satunya yang lain sudah tidak bisa lagi membeli نعم هو معه المال الكثير ويتحمل الخسارة هو يريد الخسارة لا مشكلة لكن يريد أن يقضي على جميع التجار الاخرين فيبيع بسعر ناقص جدا حتى يؤذي جميع التجار الاخرين فَيَخْسَرُونَ جَمِيعًا وَيَتْرُكُونَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءُ وَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ أَلَّذِي يَبِعُ وَيَشْتَلِي فِالسُّقْ jadi misalnya dia pergi ke semua petani produk tertentu gitu kemudian dia borong meskipun dengan harga lebih dia beli ke semuanya dimontong poli oleh dia nanti dia jual dengan harga yang lebih yang mana manusia secara umum membeli hanya kepada dia gitu dia monopoli begitu atau dalam perdagangan misalnya kasus lain misalnya sebaliknya ada orang yang dia itu memborong satu barang karena bersaing dengan penjual yang lain dia jatuhkan harganya sehingga para penjual yang lain menjadi sepi pembeli gitu karena harganya jatuh sekali gitu karena dia belinya dalam jumlah yang besar tidak begitu tidak rugi gitu masih ada untung yang tipis tapi kalau orang lain yang belinya sedikit-sedikit gitu ya karena modalnya juga tidak banyak ya tidak mungkin menurunkan lagi harga itu sampai serendah itu gitu karena bisa bisa rugi gitu kan buat dia nah jadi pedagang-pedagang yang kecil pada akhirnya dengan harga yang sangat jatuh itu jadi rugi gitu jadi sepi pembeli gitu nah itu diantaranya memainkan intinya memainkan harga dengan cara yang tidak seharusnya sehingga merubikan orang lain nah surat al-akhir ma'ana al-yawm wahia adamu itqani al-amal innama yataqadal insana ratiban liajli amalim muayyan luma huwa la yutqinu al-amal aw yatruku ba'dan minal waqt al-khas bihada al-amal yazhabu muteakhiran awyemshi yamsarif mubakiran luma huwa la yutqinu al-amal haram kemudian diantara bentuk pemakan harta haram itu adalah orang yang bekerja dengan tidak profesional ya dengan tidak profesional misalnya datang terlambat gitu kemudian pulang lebih awal kemudian apa mengabaikan profesionalisme lah gitu sehingga merugikan apa namanya tempat dia bekerja akan tetapi gajinya tetap sama tidak berkurang gitu ya itu seperti itu nah baik dicukupkan sampai disini insyaAllah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya padahal insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan ya kita cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh